حاطة شاملة حول الأوضاع والتطورات الأخيرة الأمنية والإنسانية في أوكرانيا قدمتها وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزميري ديكارلو المدوان المستمر على أوكرانيا قدى على حوالي 40% من قدرة البلاد على توليد الطاقة الكهربائية وكيافية الأكثر تضرراً حيث أصبحت معظم أجزاء العاصمة الآن بدون كهرباء لمدة 12 ساعة في اليوم وفي الوقت الذي تركز فيه الحكومة الأوكرانية على إصلاح البنية التحتية المتدررة تعمل الأمم المتحدة على ضمان وصول الإمدادات والمساعدات الشسوية للفئات الأكثر ضعفاً اتخذ حادث سكوط الصاروخين في الأراضي البولندية الحيز الأكبر من الاهتمام في مداخلات الدول الأعضاء الذين قدموا تعازيهم لأهالي الضحايا البولنديين الذين قدوا في هذا الحادث مسلطين الضوء على ضرورة إنهاء العدوان الروسي على أوكرانيا لتجنب حوادث مماثلة في المستقبل بينما لا نزال في انتظار معرفة المزيد من التفاصيل حول حادث سكوط الصاروخين في بولندا نحن متأكدون من أن هذه المأساة لم تكن لتحدث أبداً لو لا العدوان غير المبرر لروسيا على أوكرانيا وهجماتها الصاروخية الأخيرة على البنية التحتية المدنية هناك مثاق الأمم المتحدة واضح لأوكرانيا كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد هذا الاعتداء الدفاع عن سيادتها والدفاع عن وحدة أراضيها كان هذا أول اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا منذ تصويت الجمعية العامة في الرابع عشر من نوفمبر الجاري على قرار محاسبة روسيا على عدوانها وإنشاء سجل دولي للأضرار وآلية للتعويضات لأوكرانيا حث معظم أعضاء المجلس في مداخلاتهم روسيا وأوكرانيا على احترام القوانين الدولية وتكثيف المساعي لإيجاد حلول سلمية لهذا النزاع خاصة مع اقتراب فصل الشتاء وما يحمله من تحديات على المستوى الإنساني ودعوا جميع الأطراف للعمل على ضمان تمديد اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية قبل انتهاء صلاحيته في التاسع عشر من نوفمبر الجاري توني نداف الحرة مقر الأمم المتحدة نيويورك